هام لكل صبية وسيدة عم تاخد معلومات عن طريق الانترنت في عندي رسالة هادفة رح احكي لكم ياها وخبركم شو هو الصح اللي رح نعملو لا انا ولا اي حدا بيعرف بي جسمكن لانه ما بين ايدينا اي تقارير خلونا نشوف الرسالة وبعدين مندخل بصلب الموضوع الرسالة تعليق على احد الفيديوهات اللي انا نشرتها سيدة جميلة عم بتقلي انو حبيبتي الدكتورة لبينة بما انك شايلة ورم بالغدة الدرقية انا عملت عملية الغدة الدرقية بسبب ورم حالي وشلت والان دكتور الاورام بيقلي خفف جرعة الهرمون الى المية وخمسة وعشرين ودكتور على اليوتيوب بيقول لا تخفضيها يرجع الورم بماذا تنصحيني ارجوك يساعديني معاك ام محمد ام محمد الغالية طبيبك بيعرف شو هي القيم اللي موجودة بجسمك قدامه تحليل هيدا التحليل بيقوله اذا كانوا بدنا نخفض الجرعة او بدنا نزيدها دكتور الاورام شايف التحليل اما الدكتورة على الانترنت ما بيعرف شو وضعك ما بيعرف كيف صحتك فانتي اكيد لازم تسمعي قولا واحدا طبيب المعالج من تجربتي انا يتم بعد ما شلنا الغدة التراقية يعطونا الجرعة اللي كنا ناخدها قبل بعد كل سلاسة اشهر بيصير في عنا تحليل للتي اس اتش وتي ثلاثة وتي اربعة حتى يقارنوا ويشوفوا هذه النسبة هي مناسبة لجسمنا او لا وبتم كل سلاسة اشهر تغيير جرعة الاتروكسين للوصول الى جرعة الاتروكسين النظامية المناسبة لجسمي لانه كل جسم بيحتاج جرعة اتروكسين بتختلف عن الجسم الاخر حسب الوزن حسب الاستقلاب والعمليات الايضية اللي عم بتصير وعمليات الغدة التراقية هي رح ترجع لوظيفتها بشكل كامل طيب نحن شلنا الغدة الدراقية نهائيا فصار في عندي هرمون الاتروكسين هو الهرمون اللي بدي يعود الهرمونات اللي بتعطيني اياها الغدة الدراقية حتى تحافظ على العمليات اللي داخل جسمي الغدة الدراقية بتدخل بكتير امور داخل الجسم الخلل فيها يعني خلل باداء الجسم فنحن لهيك بناخد الادوية ما تاخدوا معلوماتكن عن طريق الانترنت ابدا نحن ما نقدم المعلومات العامة لكن وضعك الصحي حالتك النفسية الهرمونية الاستقلاب شو عم بصير فيك هو طبيبك المعالج عم بيشوف عم ياخد قياسات عم يعمل لك تحليل بين ايدي الله يرضى عليك سيدتي الغالية انا من تجربتي انا اتبعت الطبيب المعالج والحمد الله انا على جرعة 125 حاجة جسمي ووزني 82 كيلو ف125 كانت كويسة لكل العمليات الموجودة بالجسم وعوضت عن الغد الدرقية لانه انا شاهلت الغد الدرقية كلها بتمنى يكون هاي الفيديو رسالي للكل لكل سيد ولكل صبي ولكل شخص بيحب ياخد معلوماته عن طريق الانترنت لازم نتوخل حذر لانه الغلطة هي غلطة بحق انفسنا بتمنى يكون هاي الفيديو قدم لك الجواب الشافي وبتمنى عليك الصحة والخير وبتمنى انكم تشاركوا هالموضوع مع الجميع حتى توصل للمعلومات الصحيحة بحبكم بتروني الفيديو القادم